السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهيوات نانية وفي اطار الاقتراحات اللي نغير بهم في انواع الشربة اللي كنحضروا كنقترح عليكم اليوم هاد شربة او الكريمة هي فحق كريمة ديال البسباس كتجي رائعة بزف يعني طعمها مختلف وبنينة بنينة بنينة تجربة ان شاء الله هي اللي غادي توريكم هاد شي اللي تنقل يعني تحضرها ما فيه شي تعقيدات والاهم انها كتوجد ضغية يعني مثلا في شهر رمضان واحد نص ساعة قبل الفطار وها هي واجدة بنينة ومغدية ومنافع البسباس كلكم كتعرفوها فكنصحكم تجربوها نبدأوا بسم الله وبالصلاة على رسول الله طبعا الحال غادي نوريكم المقادر وفي نفس الوقت تحضر عندنا مقدار من البسباس هنا تقريبا عندي ثلاثة ديال اللي حبات شوية كبار ديال البسباس طبعا الحال غا تغسلوهم وغادي تنطفوهم وغادي تقطعوه بهذا الشكل هادا اللي كتشوفو يعني التقطع غادي يكون عشوائي وغادي تحتفظو حتى على دوك الوراقات ديالو اللي طريين دوك اللي كيكونوا لداخل في الوسط انتو ما يكتشوفو مراني حطيتهم في الطنجرة ديال الطاط وغادي ناخدو بصلة متوسطة تاهية غادي نقطعوها هاكدك جوان حول لكن ما قلتلكم قطعوهم بشكل عشوائي لان كل شي غادي يطيب وكل شي غادي تطحن هنا يضفتك باقي الكمية ديال البس باس اللي كنت مقطعها من قبل غادي نضيفو دابا مقدار من البطاطس البطاطس هنه عملت تقريبا نص كيلو او فيت شوية هادي تقطعوهم تاهم هاكدك واعتدر على الاصوات ديال الخبط اللي كينا في الخلفية هنه يا بعدما ها حطيت الخضار كاملة غادي نضيف واحد المعلقة كبيرة ونص ديال الزبدة معا تقريبا ثلاثة المعلقة ديال زيت المائدة غادي نحطو ديك طنجرة طبعا الحال انا غا نعمل في طنجرات الضغط فما غاديش يحض لي الوقت وعملتو في طنجرة عادية فغادي يحض شوية ديال الوقت زيت هنا يحطت طنجرة فوق النار وغادي نضيف لها واحد المعلقة كبيرة ديال القصبورو المعدنوس كيزيد حتى هو كيلدد هاد هاد شربة هادي هادي نبدا نقلب وغادي نضيف هادي نضيف هادي عندي شبت مجفف هادي نضيفو الى عندكم تبارك الله ما عندكمش زيتو شوية الوريقات ديال اللبس بس يكونوا شوية زايدين حاولوا تقطعوهم هاكدا يعني ما تديروش داك العود اللي كيكون لاوي ولكن اقطعو غير الوريقات فقط بالنسبة لهاد الشبت المجفف كيزيد النكهاء بدون ما يؤثر على اللون ديال الشربة ديالنا غادي نقلب هادي المكونات هادي واحد شوية فوق النار يعني ما كتفوتش المدد ديال داك التقليب واحد تمانية ديال داك 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 في اقصى الحدود غادي نضيف الملح والفلفل الاسود فقط باش يجوكم الشربات والكرامات اللي كتحضروا هادي المدد البسيطة اللي قليت في هاديك الخضر را تلقات السوائل ديالها سافي دابا غادي نمرقه اه بالماء بارد او للماء مغلي باش تسرعوا غاديد dose غرا تغطيوها فقط هنا كنوركم بانا مخصص نش نغمروها تماما يجي الماء مقاد مع تمضي اللي الخضر وديك ساعة ثمنين حسب الظخرة كان يبقى أكثر وسطروا فيها السوائل اما تغلوها عقدة وخاطرة، دابا صديقة طنجرة فقط اقل من 10 دقيق بعد دور صفارة هنا حسبت الوقت الكافي ففتحت على الطنجرة نقلب هنا الحضر البطاطة دايبة هنا نبعد الطنجرة من نار نضيفه هنا هذه الخطوة اختيارية لدي طفل 4 جبن كما تقدروا تعملوا مربعات كما تقدروا تعملوا تعملوا الجبن العادي تعملوا زوج معالق كبار عمرين مزيان او الجبن شرائح وكما قلت هذا الخطوة اختيارية ومن بعد تطحنوا القوام اللي كان حصلوا عليه تكون واقفة وعاقدة يعني واحد الفلود يعني ماشي خفيفة وكذلك هنا كيبقى لكم الاختيار اما تعودوا تزيدوا فيها واحد شوية لما تخفوها اما تخليوا وافض القوام هذا وانا كننصحكم انكم تخليوا وافض القوام باش تستمتعوا بها احسن هنا في التقديم كنعمل واحدة رشيشة ديال الفرماج الحمر واحد شوية ديال الربع ديال البسباس يعني راها راح ناخد منها بالبسباس كتجي رائعة بزاف والديضة وكان نصحكم بزاف وتجربوها وخلاص يعني غير لداء فكينحتى المنافع ديال البسباس وعاد كتلاحظوا ان المكونات كلها مزيانة كما قلت لكم حطوة اضافة الجبن فحاجة اختيارية لكم بغيتوا تعملوا اعملوا ما بغيتوش بلاش منها هيا هيا وغلق مكتب هيا 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 ترجمة نانسي قنقر